ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم الثلاثة الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم تنفيذاً لتوجيهة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرمية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي اعتمد المجلس التنفيذي للإمارة في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس القائمة الثانية لسنة 2019 من المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة وأكد سعادة المهندس خليفة طنيجي رئيس دائرة الإسكان الأثر الكبير لهذه المكرمة في تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم بعيداً عن إجهاد أنفسهم بالديون والأعباء المالية الكبيرة وأضف الطنيجي أن الدائرة تعمل على دراسة كافة المستحقين للمكرمة واستفائهم للشروط لمباشرة العمل على تحويلها إلى منحة في شأن آخر طلع المجلس التنفيذي على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة والتي من شأنها تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة التي تتبنها الإمارة ووجه المجلس بإحالة توصيات إلى الهيئة للنظري في تطبيقها وتجهيز الرد عليها بموازات ذلك قدم سعادة علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولية عرضا حول تحقيق المطار إنجازا نوعيا جديدا بتصدره لمطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحصوله على المركز الرابع عالميا من حيث دقة إقلاع الرحلات والتي وصلت إلى 91% ضمن خطته التي تهدف إلى إقلاع الطائرة حسب الموعد المحدد بدون أي تأخير في حين أن هذه النسبة وصلت إلى 95% بحسب بيانات OEJ المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران والتي اعتمدت 15 دقيقة هامش التأخير في الرحلة وأشار المدفع إلى أن وصول مطار الشارقة الدولي للمستوى الكبير وتحقيقه للإنجازات يأتي بتوجهات سديدة من صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسم ولي العهد نائبي حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسم نائبي حاكم الشارقة الأمر الذي ساهم في تطوير كافة الخدمات وتوفير التسهيلات التي وصلت بالمطار إلى المستويات المتقدمة عالميا وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التنفيذي عددا من المقضوعات الحكومية الهامة الرمية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة